مع مطلع كل شهر يترقب حسام صلاح فتورة القهرباء التي باتت تتكل قاهله وغيره من أصحاب المحال المجاوعة ويقول حسام إن فتورة القهرباء ارتفعت إلى مستويات قياسية في الأوانة الأخيرة وباتت تلتهم وغيرها من فواتير الخدمات معظم دخله من 300 جنيه النهاردة بيتدفع 1600-1700 بيتدفع 3 أضعاف, 4 أضعاف, 5 أضعاف فكذا حرام ما ينفعش كذا بالنسبة لهم نعنى اللي بنشتغل به من يديه من القهرباء وفي الظل أزمة كهرباء في معظم دول المنطقة يترقب حسام وكثيرون أن تجد الحكومة العربية حلولا لهذه الأزمة مثل مشاريع الطاقة المتجددة ولعل توقيع وزراء الكهرباء العرب مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزري العربي للكهرباء في القاهرة يشكل أملا لحل أزمة طال أمدها الربط دائما بين الدول العربية وبعدها بيجعل أن فيه عندك احتياط جيد جدا فبدل من أنت تفضل تعمل استثمارات أنك تشتري معدات أكثر من المحتاج وعشان ما عندك احتياطي لا أتقلل هذه الاستثمارات على مستوى الدول العربية وبالتالي هذا بيساهم بدرجة كبيرة جدا على أن يقلل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتعد المذكرة وثقة رفعة المستوى تؤكد الالتزام السياسي بدعم مسيرة ربط الكهربائي لشبكات الدول العربية الآن في هذه الأيام لدينا فائد في الطاقة الموجودة في العراق بحدود 13000 ميجاوات الآن خارج الخدمة لأن عدم حاجة لها هذه نستطيع أن نعطيها لدول الآن تعاني من مشكلة نقص في الطاقة الكهربائية بالضبط فهذا الموضوع سيتيح تبادل منفعة في الفصول حسب الفرق الذروة بين دولة عربية وآخرها ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن الذي ذم افتتاحه عام 1998 بجهد 500 كيلو فولت أول خطوات الربط مع المشرق العربي كما تم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009 وتسعى مصر والسعودية التي تمتلكان الشبكتين الأكبر في المنطقة إلى تبادل الطاقة الكهربائية بينهما على خط الربط خلال فترات الضروة بقدرة انتصل إلى 3000 ميجاوات بتوقيع هذه المذكرة تبدأ الإجراءات التنفيذية للسوق العربية المشتركة للكهرباء واستترقب من أن تتخطى القهرباء الاترابات السياسية ما بين بعض الدول العربية من داخل جماعة الدول العربية محمد عبدالله الحرة القاهرة